أطلق منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة بعنوان فضاء المنتجات الأردني تهدف لتسليط الضوء على الصادرات الأردنية ذات درجة التطور المرتفع ومدى مساهمتها في النهوض بالاقتصاد حيث أكدت الدراسة أن هذا النوع من الصادرات يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وازدهار الأردنيين التفاصيل في هذا التقرير في ظل تراجع مستويات الصادرات الأردنية في الأعوام الأخيرة توصلت دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني أن الاعتماد على القوى البشرية ذات المعرفة الإنتاجية المرتفعة يسهم في تنويع الصادرات الصناعية وزيادة الاستثمار في الأردن الدراسة تامح ورات حول معلومات فضاء المنتجات وبينات أن الأردن يقوم بتصدير 972 منتجا تعكس قيمة الصادرات الوطنية وما يتم إعادة تصديره إذا الأردن قدرت تقوم بالتنويع من سلة صادراتها من السلع وإذا قدرت أنها تطور هذه السلع التي نحن نصدرها يعني بدل أن نصدر مواد خام زي خضار وفواكه إذا قدرنا أن نصنعها مثلا ونعمل منها صناعات متطورة أكتر فهي ستجلب صادرات أكثر للأردن ودخل أكبر للأردن وبالتالي تنعكس على الإزهار للأردنيين المنتدى اعتمد في إطلاق دراسته على نظرية جديدة تقيس النمو الاقتصادي بناء على المعرفة الإنتاجية الموجودة في المجتمع إذ بيّنت أن النهوض بالاقتصاد الأردني يتطلب إعادة هيكلة للصناعات الأردنية بشكلها الحالي وتبني نشاطات اقتصادية جديدة ترفع من التعقيد الاقتصادي ففي عام 2014 كان عدد المنتجات التي يصنعها ويصدرها الأردن هي 581 منتجا وعند احتساب معادل تعقيد سلة الصادرات الأردنية بيّنت الدراسة أنه سجل مستويات أقل مما كانت عليه في السبعينات نظرية التعقيد الاقتصادي قائمة على موضوع أنه كل ما زاد تطور وتعقيد صادرات أي دولة بنعكس على النمو الاقتصادي للدولة إيجابيا وهذه هي نظرية وهي نظرية كتير كبيرة ويبقى الهدف الأساسي هو النهوض بتعقيد الاقتصاد الأردني وتحقيق الازدهار بتضافر جهود القطاعين العام والخاص وأصحاب الرأي والباحثين ليلى خالد رؤيا